دعا نائب مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح الأسر القادرة على مساعدة وتلمس أحوال الأسر المعصرة خلال شهر رمضان المبارك في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها أغلب الأسر اليمنية نتيجة للحرب المفروضة من قبل الميليشي الحوثية وجاء ذلك خلال تدشينه مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وذلك لتوفير وجبات الإفطار لنحو 2500 أسر في مخيمات النازحين والأسر الأشد فقرا بمدرية الساحل الغربي وحتى العميد طارق صالح السكان على تلمس احتياجات جيرانهم حسب القدرة والاستطاعة داعيا التجارة والقادرين من رجال المال والأعمال والقيادات إلى اتباع هذا النهج سواء عبر الخلية الإنسانية أو بشكل مستقل اشتركوا في القناة